بسم الله الرحمن الرحيم هناك منطق أو علم يسمى دراج انفرماتيكس هو عبارة عن مصطلح آخر يستخدم ليصف اللي هو الوظيفة الوظائف التي انبثقت حديثا والتي تستلزم أن يتقنها خبير معلومات الأدوية دراج انفرماتيكس عادة تركز على استخدام التقنية كجزء مدمج أو كأداة مدمجة في تنظيم وتحليل ومعالجة معلومات الأدوية طبعا أكيد سمعته انفرماتيكس 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 عادة يعني هو بعلم الكمبيوتر الذي نستفيد منه في تقنين وتضبيط وترتيب معلومات الأدوية جئنا هنا عند الهيستوري علم دراج انفرميشن بدأ تقريبا عام 1960 واستخدم كلمة دراج انفرميشن سنتر وسبشيليست طبعا مين بدأ هذا العلم؟ اللي بدأ هذا العلم كانت ممرضة في جامعة كينتاكي في المركز الطبي حق جامعة كينتاكي كانت هذه الممرضة تلاحظ انه كثير من الأطباء يزورهم مندوبين الشركات ومندبين الشركات يقعدوا يقولون لهم كلام يطلع المندوب من عند الطبيب ويتتفاجأ الممرضة هي كانت على الستيشن حقتها قاعدة برا انتوا عارفين كيف الستيشن حقت الممرضات يعني هي تكون دائما في الجنح فكانت تتفاجأ انه والله الطبيب بس طلع عنده المندوب كان كتب دواء مغاير للدواء الموجود عنده في الفرمولاري لكن الدواء له نفس الفعالية وأغلى فكانت ايش تسوي؟ تتصل في الطبيب وتقوله ما ليش دكتور احنا we have the same medication but why you changed يعني ليش اكتبت هذا الجديد بعض الأطباء كالعادة كان يقول لها this is none of your business and you're still a nurse بعضها كان يستحي يقول اه والله صح كلامك مضبوط لكن انا اقتناعت واجرب هذا العلاج يعني يا اما يقناعها يا اما تقنعه بعض الأطباء كان لا يرجع عن كلامك ويقول كلامك مضبوط ويرجع لل old practice المهم هي استمرت على هذا الوضع انها دائما تتصل في الدكاترة طبعا هي ممرضة استحضروا هذه الكلمة تتصل في الدكاترة ما تلاحظه براكتس غير مضبوط طبعا صارت الدكاترة مع الأيان في بالهم انه في ممرضة يحتم بعلم الأدوية تامن تتصل فينا وتقولنا هذا ليش كتبته هذا ليش ما كتبته فهو كانت طبيعة الدكاترة وهو بنفس يبحث عن المعلومة لكن كانت مع ازدحام العيادات اذا احتاج بعض الدكاترة شيء يتصل في هذه المرضة ويسألوها شوي شوي بدأ صيتها ينشهر خارج كنتكي نفسها لوصل حتى إلى ولايات عديدة في أمريكا فكانت حتى هي ما يقال كانت هي أول ممرضة اخترعت حكاة الكتاب المثقوب ومربوط بسلسلة وتحطه على الستيشن عشان ما أحد يسرق الكتب حكاة حكاة الفرمكولوجي اللي كانت تجيبها يتجاوب منها بعض التلتشر تقول انه فيه فزيشن لكن فيه اختلاف بعضهم يقول انه كان كان الباكي جراند حقه نيورولوجي والبعض يقول كارديولوجي شاف شغله وحس انه شغل مهم جدا خصوصا بعد ما صار سيتها مداعف في الولايات وفتحته وصار يجيها كولز اكثر من المستشفى هذا اللي هي فيه فجلس معاها وصار هو اياها بروفايدنج هذه السيرفز بعد كده الادارة عندهم قالت انه انتم بوث فيو ار نوت بروفايدنج الوظيفة اللي احنا وظفناكم عشانها عشان كده مالكم سلري فقرروا انهم يقنعوا الادارة باهمية العمل اللي هما يسوو عشان ياخذوا طبعا السلري حقهم عشان وروا اهمية السيرفز اللي هما يسووها فاضطروا طبعا يكلموا الادارة لكن قبل ما يكلموا الادارة قالوا احنا لازم نكلم الادارة بشيء هي تتفهمه لانه دائما المدراء نادر ما يكون احد عندهم خلفية طبية فقالوا احنا نكلم الادارة بشيئين اثنين اللي هي تعنيها دائما يعني الادارة السمعة وتوفير الفلوس فقالوا احنا نقول للادارة انه احنا لما نعطي النصيحة او المشورة الدوائية الصحيحة للطبيب وبذلك احنا نحصل على سمعة جيدة جدا ان الطبيب من اول مرة يعالج المريض صح لانه هذه حياة مريض ما عندنا مجال والله نجرب هذا وتجرب هذا هذا صلح هذا ما صلح ما يصلح فيعالج المريض صح وبعدين كده المريض حيقعد فترة اقصر في المستشفى ما حيتعرض لمضاعفات اخطاء الادوية ما احنا اضطر نشتري ادوية ثانية غالية ونصرف على المريض لانه اخطأنا معه في الاول ونحنعالج الخطأ ما حنضطر نقعدوا في المستشفى فترة طويلة ويخدموا ممرضات ويحجي السرير كل هذه تكلف على المستشفى والشيء الثاني لما نتقن خدمة المريض من اول مرة صح بتصير سمعتنا كويسة سمعت المستشفى كويسة فاقتنعت الادارة فيهم وبعدين قلتنا مقتل بروبوزر ايش اللي انتو تبغوه ومن كده بدأوا طبعا اثناء عمل هذه الممرضة فلاحظت انه في قسم الاطفال دائما تجي منه اسئلة كثيرة فقامت مسكة صيدلاني وهذا كان اول صيدلاني يباشر العمل كدراجي فروميشن فارماسيس كان مسكة اول صيدلاني وطلبت منه انه يصير مهظم وقته قاعد في هذا الـ department من كثرة الاسئلة اللي توصل منهم فمن هنا بدأ علم الـ clinical pharmacy لما بدأ الصيدلي participate in physician at their area في الورد ويشوفوا ايش المشاكل اللي تحصل عندهم فلذلك دائما لاكي في معظم الاماك المتخصصة الـ drug information center ما يكون تحت الـ clinical pharmacy عادة الـ clinical pharmacy تكون تابعة للـ drug information center لأن drug information center يعتبر generalised clinical pharmacy service بينما طبعا الـ clinical pharmacist ن شاء الله كل واحد يكون متخصص بـ area معينة بشكل دقيق جدا وهكذا لما drug information pharmacist يضطر يطلع اجازه ما في احد يغطيه usually they assign one of those clinical pharmacists to cover the drug information pharmacist فهذا هو اللي قلنا عن الـ clinical pharmacy concept فهذا تلاقي الـ hospital pharmacist تنقص مظائفهم ثلاث أشياء ياما dispensing and compounding pharmacist مثل ذكرنا له providing product ياما clinical pharmacist who provide service ياما drug information pharmacist as we discussed طبعا the mission of hospital pharmacist is to help people make the best use of medication صح؟ يعني احنا الهدف من الصيادلة في كل انحاء العالم انه يخلي الناس يستفيدوا احسن استفادة من الأدوية ويقللوا ضرر التعرض للأدوية عادة هذا الشارت اللي يكون فيه توزيع اقسام الصيدلية زي ما احنا شايفين الـ hospital pharmacy بعدين حنلاقي الـ clinical pharmacy unit والـ drug information center unit الواحد لوحده احيانا بيكون الـ clinical pharmacy unit تحت drug information وحيانا بيكون separated لوحده طيب الـ importance of developing drug information center and specialist طبعا صار الحين مهم في كل organization يكون في drug information center ليش؟ لان احنا صرنا عارفين انه علم الأدوية ومعلومات الأدوية صارت كثيرة and معقدة and complex fast and complex وبسرعة يتزيد معلومات الأدوية كل يوم نلاقي جورنال جديد طلع كتاب جديد طلع ومستحيل واحد مهما فرغ نفسه يستطيع انه يلحق راكبها ويقرأها كلها مرة واحدة وأصبحت تزداد بشكل معقد أيضا كل يوم نلاقي طريقة أخرى طريقة جديدة في استطلاع المعلومة في قراءتها في البحث فيها في استنباطها في تكوينها كل هذه الأشياء طبعا هنا نفس الكلام يقولك انه طبعا في المعلومات أو المقالات العلمية التي تتحدث عن الخبرات الإتلينيكية حول الأدوية تنمو يوما بعد يوم من الأهداف الأخرى أو الأهمية الأخرى لإنشاء مركز المعلومات وتكون أو وجود الأخصائيين هو لكي نحصل على الاستخدام الأمثل للأدوية ونوصل هذه المعلومة للممارسين الصحيين بحيث نتغلب على كل الصوبة أو بات في إيصال هذه المعلومات لهم نحتاج أحد ملم لمعلومات الأدوية بالفرماكولوجيا حقتها بالمكانزمف أكشن باليوزز بكل شيء أعساس يقدر يسوي تقييم جيد لهذه المعلومات لتقديمها للممارسين الصحيين طبعا عشان بس نتخيل حجم تضخم المعلومات أكثر من 20 ألف بيوميديكال جيرنل اللاقيها سنويا حوالي 17 ألف نيو بيوميديكال بوكس تصدر سنويا فهذا هو ما يدل على تضخم المعلومات السريع ما هي الفائدة الاقتصادية لمراكز معلومات الأدوية السموم؟ طبعا كنا نستطيع أن نتفهم أنه يوفر مبالغ مالية كبيرة بحيث يعني يكون هائد كبير بالنسبة للأرغانيزيش يسموه عائد غير مباشر كيف يوفر؟ جاك سؤال أنه فيه patient is using warfarin and he's in a very critical situation and we need to monitor his INR daily يعني the drug information pharmacist when he is contacted he can suggest another alternative with less lab work like Nuax, new oral anticoagulants like rivaroxipan, abixipan and etc.. by this he saved the money our cost for this laboratory work where he decreased the need for drug monitoring by certain advices for the physician for any other medication he can guide the physician to the alternative suitable with less drug monitoring decreased need for additional treatment related to adverse effect when you tell the physician from the beginning this medication is having such and such adverse effect which might not be suitable for your patient and I would advise the alternative one then the patient won't experience this adverse effect and his adherence to the medication will be better decreased need for unnecessary hospital stay especially some medication when you see the physician is prescribing IV medication and when you review the case you can advise the physician that the patient can take the medication as oral and he can be switched from IV to oral and you can discharge him home andκεp supreme and... when you watch the physician to for and